بس في الحقيقة قبل ما اروح لأخبارنا عندي يعني انترو كده او مقدمة دايما بيبقى انا من الجمهور النادي الاهلي كده بحس ان فيه تواصل وبحس ان احنا يعني اعظم شرف لاي انسان انه يقعد يتواصل مع جمهور النادي الاهلي من خلال شاشة قناة النادي الاهلي امبارح كان مباراة فيتا كلاب وكان اتعدلنا اتنين اتنين والحقيقة اكيد كلنا كان نفسنا نكسب امبارح تعرضنا لعدم توفيق غير مسبوك غير مسبوك ان احنا نتعرض لهذا عدم التوفيق وخلينا نقول ان التوفيق ده حاجة بيد ربنا ممكن تحط الكرة كده تيجي ممكن تحطها كده برضو وما تجيش التوفيق ده حاجة بتبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى قد يصدفك في بعض الاحيان عدم توفيق مش بس كده احنا صادفنا مبارح عدم توفيق للحاكم نفسه حاكم نفسه ما كانش موفق يعني فيه كرة اللي هي دربة الجزاء مش احنا اللي بنقول العالم كله بيقوله الناس بتقوله ان هو لم يكن موفق يمكن لو كان فيه فار كانت الدنيا تختلف ولكن احنا كل الدعم وكل الوقوف بجانب الجهاز الفني يقول اللاعبين في زي ما بيقوله يعني ايه في الاخفاق اكتر من المكسب المكسب كل الناس بتبقى فرحانة وانما امتى لما يعني انا يبن امتى بضعم الفريق وجهازه الفني لما يحصل حاجة احنا عايزين الاحسن هنا لازم يبن الدعم النادي الاهلي كرة يد سلة طيرة هو نفس النادي الاهلي هو تشيرت النادي الاهلي فلازم ندعم الكل احنا في نص الموسم والنادي الاهلي طوله عمره ما بيحسبش حد في نص الموسم وجمهوره اكتر ناس عارفة كده بالعكس ده هو دائما ابدا الجمهور بيطالب بكده فالحقيقة احنا لسه في وسط الموسم لسه بتوط افريقيا لسه عندها تلات مطشاط والموضوع مش بعيد خالص الموضوع في ايدينا الحمد لله ونقدر يعني نتأهل وان شاء الله هنتأهل ولكن احنا محتاجين نحس بدعم جمهور النادي الاهلي للفريق والاجهازه الفني ولازم هم يحسوا بالدعم ده واحنا مرانا وتكرارا بنقول ان احنا على المرة والحلوة معاه ودائما بنقول احنا الحمد لله ما شفناش مرة مع النادي الاهلي وخليني اقول لكم حاجة لو نتذكر لما النادي الاهلي يعني في جيل العظامة ابو تريكا وبركات والجيل العظيم ده الحق اجازات كبيرة جدا للنادي الاهلي كان رجع من برونزيت كاس العالم رجع خسر من اسماعيلي في استاد القاهرة تلاتة صفر انا فاكر مبارا دي كويس الجمهور شجع فريق النادي الاهلي كأنه كاسبان تلاتة صفر الحقيقة المنظر ده يعني ما زال في دماغي وما رحش يعني من دماغي لعمر كله ليه بيبان هنا بيبان لانه فرقة راجعة من صفر وتعبانة وبتلعب مطش بعد ثالث عالم فاكيد الكرف بينزل خاص بنا عنهم اللعبة مش عايزة يعني تخفق ولكن الجمهور ساعتها كان فاهم واي الكلام ده فقاذر فرقته يمكن احنا ما فيش جمهور في الملعب عشان نحس ده بنحسهم السوشيال ميديا يعني السوشيال ميديا هو الاستاد دلوقتي فاحنا محتاجين ان احنا نلمس ده ونلمس دعم الفريق ونلمس الجهاز الفني ونلمس مساعدين الجهاز الفني ومجلس ادارة نحس ان كل الجمهور بيلتف حولي نادي الاهلي ان شاء الله عشان يحقق الحلم زي ما التفين حوليه لو تفتكروا في الدروب اللي حصل السنة اللي فاتت وكان لسه ولا كنا خدنا دوري ولا كنا خدنا كاس ولا كنا خدنا افريقيا وكنا طالبنا بالبرنامج ده بالدعم لان انا كان عندنا ثقة كبيرة جدا في النادي الاهلي كمنظومة وكمؤسسة انه يقدر يحقق طموحات جمهور النادي الاهلي مرحلة دي هي مرحلة الدعم وليس مرحلة الانتقاد او الزعل ندعم 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 وبعد كده ان شاء الله هنلاقي النتيجة اللي احنا عايزة ده بس حقيقة ده كان يعني مهم جدا احنا نتكلم في ده لان انا واحد من الجمهور وعمري في حياتي انا شايل من قموس كلمة اليأس ما عنديش يأس خوص ومع النادي الاهلي كمان ما فيش مستحيل النادي الاهلي كلمة مستحيل دي متشال من قموس في الرياضة طبعا النادي الاهلي شوفنا في مطش السلة اللي فات plus 90 يعني ما فيش بقى 90 في احنا بقول بس يعني الرمز plus 40 بقى ومع ذلك او 45 عشان بس كان فيه اكسر طيب فالنادي الاهلي ما عندوش حاجة اسمها مستحيل وجمهوره مسدق كده وعارف كده واحنا عشنا ده فاحنا في مرحلة الدعم ندعم يا جماعة وان شاء الله المكسب جاي جاي ان شاء الله كل فرقنا ما كابش بس على الكرة طبعا الكرة هي كانت اخر حاجة مبارح ولكن كل الفرق الرياضية وانا بدعم وكلنا ندعم هذا الفريق وهذه الالعاب كلها بإذن الله الغد من حق اكبر انتصارات ممكن